أحل رئيس مجلس النواب بيان وزارة المالية الخاص بالموازنة العامة لعام 2022-2023 إلى لجنة الخطة والموازنة كما أحل بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم إلى مجلس الشيوخ لاتخاذ اللازم جلسة جديدة عقدها مجلس النواب برئاسة المستشارة دكتور حنفي جبالي شهدت إحالة 43 تقريراً من لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات كما تمت إحالة مشروعي قانونين مقدمين من عشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجانة النوعية لدراستهما وخلال الجلسة العامة أحل رئيس المجلس أيضاً بيان وزارة المالية الخاص بالموازنة العامة لعام 2022-2023 إلى لجنة الخطة والموازنة كما أحل بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم إلى مجلس الشيوخ كما أحل بيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لخطة التنمية المستدامة للعام المالي القادم إلى مجلس الشيوخ لاتخاذ اللازم وفي الجلسة أيضاً وفق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021-2022 في النهاردة إحنا بنتحدث عن ظرف تداعية عالمية كلنا عارفينها وكلنا شايفينها بشكل كبير بالعكس كانت هناك تتوقع ما هو أسوأ من ذلك وما هو أكبر من ذلك وأن الحكومة ستحتاج مبالغ أكثر من كده في الباب الثالث ولا غير ذلك فإن كنا وصلنا لهذه اللحظة وإحنا عارفين ومدركين حجم التحديات ومدركين ما تقوم به الدولة على اختلاف مستوياتها في مواجهة هذه الأزمة الجلسة شهدت أيضا موافقة المجلس نهائيا على قراري رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على زيادة رأس مال بنك التنمية الأفريقي القابل للاستدعاء وأدات اكتتاب مصر في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك واتفاق الشراكة بين مصر وفرنسا حول تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل وذلك بعد الاستماع إلى أراء عدد من النواب مجلس النواب بدأ في فصله التشريع الأول رحلته في إعادة تطوير البنية التشريعية للصحة المصرية وده شفناه من خلال إصدار قانون تأمين الصحي الشامل 2 لعام 2018 واللي كان بمثابة أكبر مشروع أقره مجلس النواب بيضمن صحة بشكل كريم وبشكل عدالة وجودة عالية للمواطن المصري وده لا يمكن أبدا أن نخفل أن هناك تماشي كبير جدا من هذا القانون مع استراتيجية الدولة في تحقيق تطوير ملف الصحة في مصر وفق خطة الدولة 2030 وهكذا يواصل مجلس النواب جلساته لمناقشة مشاريع القوانين والقرارات التي تخدم المواطن في إطار دور المجلس النيابي والتشريعي ترجمة نانسي قنقر